ثلاثة اثنان واحد وها هو صوت المحركات يصدح في قلب صحراء توليستان في جنوب البنجاب الباكستاني سيصارع هؤلاء السائقون الرمال على مسار طوله 220 كيلومترا أمام أعين عشرة الآلاف من المتفرجين الذين توافدوا من مختلف أنحاء البلاد هو أكبر حدث في المنطقة بالنسبة للسكان المحليين الناس يأتون من بعيد أريد أن يشتهر هذا المكان وليس فقط في باكستان بل في جميع أنحاء العالم من الجيد أن يجري سباق الراني هذا فهو موجود في جميع أنحاء العالم دبي فرنسا وغيرها فمن المهم جدا أن يكون لنا نحن أيضا في بلادنا هذا السباق نحن السعداء وهي حفلة كبيرة بالنسبة لنا هذا الراني يريد فرض نفسه على الساحة الدولية تماما كما هي حال السباقات التي تنظم في دول الخليج لكن حتى الساعة يفتقد التنظيم إلى المهنية ويعجز عن جذب السائقين الأجانب ولكن من نسبة لباكستان تعتبر هذه الأيام الاحتفالية الثلاثة انتصارا حقيقيا إنه لشيء عظيم أن آتي إلى هنا السباق يعطي صورة جيدة عن باكستان لأن كل ما يحدث في البلاد هو سلبي لذلك جيد أن تجري أحداث إيجابية أيضا صحراء شولستان تشتهر برمالها الذهبية على مد النظر وسكون فضائها وحسنها الذي يطل على السهل منذ قرون هنا لا تتعدى الكثافة السكانية عشر نسمات لكل كيلومتر مربع ولكن خلال سباق الرالي تتغير الحياة اليومية جذريا عندما يأتي السياح ينفقون المال هم ينمون في كل مكان ويشترون الغذاء والوقود والغاز كما يوفر لهم السكان مرشدين يرافقونهم في داخل الصحراء إذن ينتعيش النشاط الاقتصادي بفضل هذا الحدث ومع نهاية هذا الحدث تستعيد الصحراء هدوءها حتى انطلاق الدورة العاشرة للرالي العام المقبل والتي بدأت بالفعل الاستعدادات لها